في هذا الفيديو سأريكم طريقة قوية لإنشاء قصص بالذكاء الاصطناعي من موقع واحد يقوم بإنشاء لك صور وفيديو مع الترجمة وكل شيء وبالتالي ستربح من اليوتيوب من إنشاء قصة أو قناة قصص أجنبية بالصوت والفيديو وأيضا ستتمكن من ربح أرباح لا بأس بها تابعنا في هذا الشرح الحصري السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الانترنت من الذكاء الاصطناعي عن طريق الربح من إنشاء قناة قصص أجنبية واستحقق منها أرباح لا بأس بها هذا الفيديو إخواني سأعلمك كيف استقوم بإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي بضغطة زر وكما شاهدنا في بداية الفيديو أن القصة بالترجمة وبالصوت وبالصور كل هذا من موقع واحد تابعنا في هذا الفيديو البسيط لأنك ستتمكن من أخذ فكرة أو تتعلم شيء يفيدك في المستقبل ثاني شيء إخواني ردنا على الفيديو الأخير الذي وضعته السكريبت إخواني أو الكوت وضعته لكم في الموقع إذا دخلنا الفيديو هذا هو الفيديو إخواني الكثير لا يعرف أين يجد الرابط الرابط ستضغط على أرض المزيد وهنا ستجد رابط الموقع المستخدمات تضغط هنا وتدخل إلى الموقع المقالة قمت بكتابتها بالإنجليزية لذا أنت ماذا ستفعل ستقوم فقط بتوجه إلى المقالة لأخذ الكود إخواني الكود هنا إخواني article شرحته بالتفصيل هنا الكود وكل شيء إخواني google collaborative أيضا هنا الكود أين هو ستجده في الأسفل هنا الكود إخواني هذا هو الكود قم بنسخ هذا الكود كما تشاهدون أيضا في الأسفل هذا هو الكود يعني فقط يكفيك الضغط هكذا واستقوم بنسخ الكود إخواني جيد وإن شاء الله سأضع لكم رواب تحميل الكود في هذه المقالة وإن شاء الله سأضع المقالة بالعربية لذا قم بمتابعة الطريقة فقط في الفيديو الذي ستجده قبل هذا الفيديو نتوجه للشرح مباشرة إخواني كيف أنشأنا فيديو مثل هذا الفيديو فيديو بسيط إخواني عن طريق موقع شاهد دقة وكل شيء إخواني ببساطة ما ستفعله سنخرج من هنا ستتوجه إخواني إلى شات جي بي تي وقبل الدخول إلى شات جي بي تي تستطيع العمل على موقع تستطيع العمل خاصة من الأشخاص الذين ليس لديهم شات جي بي تي في الدول العربية هذا هو الموقع إخواني أدخل إلى هذا الموقع ستمكن من استعمال شات جي بي تي أربعة مجانة أو الأشخاص الذين لديهم شات جي بي تي فقط يتوجهون هنا إلى جوجل ترديكشن ويكتبون القصة بالعربية التي يريدونها كمثال هنا قمت بكتابة أكتب لي قصة عن طفل تائه في الغابة فيها وحوش ينقذه أبوه في الأخير أقوم بنسخ الترجمة بالإنجليزية وتوجه إلى شات جي بيتي نيو شات من هنا وأضغط على بيست هنا مثلا سأقوم بكتابة كريايت وأضغط على هذا السهم سيقدم لي قصة في ظرف خمس ثواني كما تشاهدون شات جي بيتي بدأ في العمل تستطيع ترجمة ما يقوم بكتابتي ذات مرة في قرية خلابة يعني قصة يؤلفها لك بالذكاء الاصطناعي هنا إخواني كما تشاهدون انتهى شات جي بيتي من كتابة القصة فالآن سنتوجه للموقع سأترك لكم مرابط أسفل الفيديو كيف استقوم بالدخول إلى هذا الموقع فقط بالضغط على سين أب وتسجل بالإيميل أو بإيميل مهمل فقط إخواني يمكنك تسجيل بالإيميل مهمل فقط فقط توجه إلى هذا الموقع يعني هنا تفهم أنك تستطيع إنشاء الكثير من الحسابات لأنه يقدم لك تقريبا خمسون نقطة وهذه النقاط كل نقطة بفيديو إخواني يعني خمسون فيديو تقوم بالدخول إلى هذا الموقع سأترك لك كل روابط أسفل الفيديو بعدها بعدها ستنسخ هذا الإيميل وتقوم بإنشاء اليوزر نيم هنا قم بكتابة أي يوزر نيم وهنا الإيميل وهنا الباسورد قم بكتابة أي باسورد بعدها اضغط على هذا الخيار قم بحفظ من هنا تأتيك رسالة في الإيميل الخاص بك اضغط على هذه الرسالة ثم أدخل من هنا إخواني لكي يتم هنا let's go continue تضغط على continue تنتهي من هذا الشيء كيف ستعمل في هذا الموقع أول خطوة ستضغط على image studio هكذا جيد وهنا ماذا ستفعل ببساطة إخواني نحن فيديو اليوتيوب سنضغط على هذا المقاس ثلاثة اثنان وهنا ننزل إلى الأسفل نختار style الذي تريد لكي تنشئ فيديو مثل الفيديو الذي شرحته تستطيع استخدام 3D cartoon تضغط على هذا الخيار هنا هذه تستطيع تخطيها لا تهم بعدها سنقوم بالتوجه إلى شات جيبيتي إخواني ونقوم بأخذ الفقرة الأولى هكذا يعني كل شيء سهل تقوم بنسخها هنا وتضغط على follow هنا سيقدم لك الصور وكما تشاهدون الصور التي قدمها لنا احترافية وجيدة نعود إلى شات جيبيتي نفس الشيء الفقرة الثانية copy تعود هنا تضغط على شاهد إخواني دقة قوية أقوم بالضغط على control V للفقرة الثانية follow وهنا الصور للفقرة الثانية وهكذا إخواني سأكمل كل الطريقة باتباع الطريقة نفسها أنسخ أتوجه إلى الموقع أقوم بالضغط على paste وأضغط على follow وهكذا وهنا كما تشاهدون إخواني أنشأت مجموعة صور بالطريقة التي شرحتها يعني نسخ لسق بدون أي تعب الآن ماذا سنفعل؟ سنضغط على video gallery شاهد ماذا أفعل ومن هنا في القائمة الموجودة في الأعلى سأختار video studio وأضغط على video studio beta جيد وهنا إخواني ستظهر لك هذه الواجهة يخبرك أنك تستطيع إضافة 20 صورة إخواني للفيديو وتوجد أشياء كثيرة تستطيع استخدامها مثل وكل شيء سنشرحه هنا أول شيء مثلا إخواني هنا أشاهد هذه الرسوم هنا هذه الرسوم التي أنشأتها أضغط على المقطع الأول وهكذا وهنا إخواني سأقوم بالتوجه إلى واختار الفقرة الأولى كمثال سنأخذ إلى غاية ثلاث أسطور فقط copy وأقوم بوضعها في الأسفل هنا ستجد entry dialogue paste جيد ونعود إلى chat GPT مرة أخرى أهيم إن نتوقف جيد ثلاث أسطور بعدها ماذا استفعل إخواني ستقوم بالتوجه هنا والضغط على sequence رقم 2 وأضيف مثلا صورة رقم 2 مثلا هذه الصورة ثم أقوم بإكمال الحديث إلى غاية هنا copy وأقوم بوضعها في مكانها هنا توقف في that أنت ستقوم بحفظ أين توقف لكي تكمل forest that تعود إلى chat GPT forest that يعني من هنا سنقوم بنسخ إلى غاية هنا copy وأعود إلى الموقع وأضغط على مرة أخرى هذه العلامة الزائد وهنا أضيف صورة أخرى ولنفرض أنني سأضيف هذه الصورة شاهد ماذا سيحدث وأضيف المقطع أو الكلام هنا أقوم بإكمال كل شيء وأعود إليكم هنا إخواني قمت بإضافة المقاطع لكن لم أضيفها كلها لكي لا يكون الفيديو طويل فقط لكي أشرح لكم أن تقوم بالعمل عمل دقيق قم بوضع 20 صورة مع كل كتابة وهنا كما تشاهدون ستشاهد أنه توجد أصوات ستستطيع تجربتها من هنا هذا أحد الأصوات ثاني صوت والكثير من الأصوات فقط بالتمرير من هنا شاهد تقريبا أكثر من مئة شاهد هذا الصوت يعني يعني حسب الصوت كما تشاهدون حسب الصوت الذي تريد هنا بعدها تختار الصوت الذي تريد أنا سأترك الصوت الأول أعتقد أنه صوت احتلافي بعدها أضغط على preview لمشاهدة كيف سيكون الصوت وهنا أعود إلى هذه صفحة لأضيف الأفكت مثلا أضغط على الصورة الأولى وأختار من هنا وأختار مثلا إخواني أريد مثلا زوم أوت شاهد جيد أيضاً أيضاً الصورة رقم رقم 2 مثلاً right and left شاهد إخواني أيضاً الصورة رقم 3 مثلاً left and right أنت اختر الدقة التي تريد أو الأفكت الذي تريد مثلاً هذه الصورة zoom in وهنا zoom out وهكذا انتهيت من وضع الزوم الآن ماذا سأفعل سأختار هنا الديالوج تستطيع اختيار كما قلنا الصوت character إذا أردت إضافة شخص يتحدث أنت حر مثلاً ونفرض أنني أريد وضع شخص آخر أو تستطيع upload لأي صورة أو تشيل صورتك أنت حر كمثال والنفرض أنني سأضع هذه لكي تتحدث إخواني فقط أستطيع هنا التعديل شاهد كيف سيتم تعديلها تم حذف الخلفية هنا كنات تستطيع وضعها مثلاً في الأعلى وتتحدث جيد أو تستطيع وضع هذا الشخص كما تريد بعدها ماذا سأفعل هنا يجب إضافة الصورة كما تشاهدون مثلاً هذه نفس الصورة وهنا أيضاً نفس الصورة بعد الانتهاء من إضافة أي شيء تريده أنت تستطيع حذف أو كما تريد إخواني أنت حر في وضع هذه الصورة أو لا هنا أنا لا أعتقد أنني أحتاجها بعد الانتهاء يكفيني فقط الضغط على Export هذا العمل إخواني تستطيع عمله في خمس ثواني هنا الطايتل للقصة ولنفرض أن سأقوم بكتابة Story One أو Test ليهم لون ون أضغط على Export الآن سيقوم بتوليد القصة مع الفيديو مع الصوت مع كل شيء إخواني استحول معك إلى هذه الواجهة ستركه لمدة دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق لكي يكمل القصة وهنا كما تشاهدون بقي 23 نقطة تستطيع إنشاء آلاف الحسابات وهنا كما تشاهدون انتهى والفيديو من العمل تضغط فقط على هذا الخيار اللي حذفه وتضغط على Remix لإنشاء فيديو مماثل تعود من هنا لتحميل تضغط على هذه الواجهة Copy Link تعود هنا وتضغط على Paste و OK هنا ستحمل الفيديو الخاص بك أو تحمله بالترجمة شاهد هنا ستضغط على Download with CC يعني بالترجمة Start Download يتم تحميله أيضا مثلا إذا ضغط على Download بدون ترجمة هنا لعرض الفيديو كيف سيكون ندخل إلى آخر تحميل Close وأضغط من هنا الفيديو سيكون بسيط أضغط على OK شاهد معي وإذا مستحيل في مدينة مستحيل ومستحيل لدى مستحيل أسوال ومستحيل أصاب أوليفر 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 لديه أوليفر ومستحيل ومستحيل أرغط على تحديد يعني الدقة في التحدث تستطيع فقط تغير الصوت الى رجل اي مرأة او صورة الى رجل لكي يسبحه وكأنك انت من تتكلم وهنا تعديل اللوغو اخواني اذا قلت النشرها كيفيت نزع هذا اللوغو واضافة دقة قوية لهذا الفيديو فقط قم بكتابة التعليق وان شاء الله سأضع الجسدان كيف تستقومون بانشاء قناة وتقومون بوضع القصص وسيتم نشرها في المحتوى الاجنبي وتبدأ في تحقيق الربح منها هذا هو الدرسنا اليوم اعتقد انني قدمت كل شيء في الاخير ارجو ان تدعمونا بالضغط على زر لايك وبرتاج للفيديو واشتراك اذا كنت جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته